ازايكم مبنات في فيديو جديد على قناة دليا كروشهيم تنسوش تعملو اشتراك للقناة وتفعلو الجرس وتدوسوا لايك للفيديو في الفيديو ده هنتعلم ازاي هنعمل التزايد على القاعدة بصوا ازاي شكلها منظم جدا وسهل انا جربت طرق كتير لحد ما لقيت الطريقة دي تهي الوحيدة اللي زبطت معي وفي الفيديو هوضح لكم مأسات القاعدة اللي انا شغالة عليها علشان لو حد عنده نفس القاعدة تبقى سهلة جدا بالنسبانه علشان انا على يعني انا تجربتي في القواعد يعني انا نحس ان التزايد بيختلف من قاعدة لقاعدة ففي الفيديو هوضح لكم كل حاجة وان شاء الله الشرح يبقى سهل نبدأ كده الفيديو مع بعض في الفيديو ده هنتعلم ازاي هندعم اللي هي قادة الجلد بالبوري واول حاجة منجيب اللي هي الفرخ بتاع البوري ومنحط عليه بس طبعا الفرخ بيبقى اكبر من كده دي مقصوصة منحط عليه القاعدة بالطريقة دي ومنبدأ نحدد بقلم ان احنا منحدد القاعدة بالطريقة دي وبعدين منقصهم بعد باي قلم يكون سنه يعني طالع كده شوية ومنعمل دايرة بالمكان اللي احنا هنخروم في الفتحة وبعدين منشيل القاعدة ومنستخدم الخرامة بتاعة الجلد انا عندي الخرامة هنا مش مش شغلك كويس علشان قديمة عندي فبستخدم اللي هي خرامة الورق بس هي بتبقى خرامة جامدة شوية غير الخرامة العادية اللي احنا منعرفها تمام؟ وبتطلع معانا في الاخر الشكل النهائي دا اللي هو الخرام دي ولما نحطه على القاعدة بالصوب تبقى الفتحات مناسبة جدا للقاعدة نفسها تمام؟ قصيت القاعدة وضبطت عليها مقاس البوري هدخل كده بفتحة هنا كده من الجنب اختاري من اي مكان عايز تبدأي منه بس انا بحب ابدأ هنا من الجنب وهسحب وطبعا انا عندي هنا الخيط هستخدم معايا ابرى الرقم 4 والفتحة هنا مناسب معايا ان انا ادخل معايا بابرة رقم 4 مش ابرة اصغر بين كده فبالتالي ان انا هكمل بنفس الابرة على طول الشنطة كلها اول حاجة هعمل غرزة حشو وفي نفس المكان هدخل وهعمل حشو وفي نفس المكان هدخل وفي نفس المكان هدخل وهعمل هعمل حشو واللي بعدها هنشتغل اشتغل بالطريقة دي وهكمل لحد الحد هنا وهقولكو ازاي هنكمل بقية القعدة اتبقى هنا عندي اخر فتحتين هشتغل فيهم هدخل هعمل حشو في نفس المكان حشو وفي الفتحة اللي بعدها برضو هعمل اتنين حشو واحد اتنين وهقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو عندي بالطريقة دي شايفين ازاي القعدة بقيت مفروضة معايا من جوه هنضيفها مفيهاش حاجة ومن بره برضو شكلها منظم جدا دلوقتي هنشتغل على الحواف لو مش عادت تشتغلي ده براحتك انا دلوقتي هشتغل على الحواف بتاعة القعدة هبدأ من نفس المكان اللي انا دخلت فيه وبدأ او المكان اللي انا بدأت فيه بس هخلي قبلها كده بغرزة مش مشكلة عشان بحيث لما جاء نضيف كل التنظيف بكل في جهة واحدة ما تبقاش التنظيف يعني على كافة القعدة هسحب الخيط بالطريقة دي ممكن تلاقي عندك دلوقتي المكان بقى ديق بس يعني حاول بقدر الانكان تدخلي وتسحبي الخيط عندنا الخيط ده اللي انا لسه مدخلة بي ده الجديد انا مرضيتش افك الخيط ده لشان ده هشتغل به شنطة وان شاء الله هعمل لكم فيديو به هحط عليه الخيط بالطريقة دي وهسحب هعمل غرزة منزلقة وفي المكان الفتحة اللي بعدها هدخل والخيط اللي انا كنت اخدته معي هنا سعني بس عشان ما تلغبطوش من الخيطان دي معايا هكمل هجيب الفتلة ديت انا مرة حطيتها فوق لا المرة اللي بعدها هحطها من تحت انا بحاول اسبت الخيط في غرزة المنزلقة هتعرفين انه صعب جدا ان الواحد يثبت الخيط في غرزة المنزلقة فانا بقول لكم على طريقة اهم بعدين هدخل هحط الخيط كده من فوق مرة تحت ومرة فوق هتلاقبوس ازاي تثبت كده بالطريقة دي وهسحب الخيط هطلع بغرزة منزلقة وهكمل هسحب هسحب و هطلع من الحلقة على الابرة شايفين ازاي برضو مش عايزين نسيف فتحات علشان البوري ما يبقاش باين هكمل بنفس الطريقة دي الحد الفتحة دي و هقول لكم ازاي هنوصل البداية بالنهاية وصلت لحد نهاية السطر وعملت اخر غرزة عندي هنا دلوقتي ازاي هنقدر نوصل الجزئين هنا ببعض ده الخيط اللي انا شغال بيه هسيب كده مسافة وبالولاعة هحرق كده الجزئ ده خلاص حش نقطعه و هسحب معي بالطريقة دي و هلضم الخيط الخيط وبعدين هعمل ايه؟ هدخل من هنا من ورا من تحت الحلقتين بتوع المنزلقة الاوانية و هسحب الخيط بالطريقة دي و هدخل هنا في بين حلقتين حرف V هدخل بالطريقة دي و هسحب شايفين عملت حلقة حرف V زي باقية الشنطة و مش بين خلاص ان هي حاجة مختلفة عنه و هطلع كده من اي فتح موجودة عندي من ورا وابدأ بقى سوف أثبت الخيط و نظفه بين الشغل الخيط فتح والبرما بازت بس هنكمل برده هكمل تنظيف الخيط بعدين ارجع لكم بعد ما ثبت الخيط بين الغرز هبدأ اشتغل بالولاعة والظهر الولاعة بس كده اتسبقت ادي كده القاعدة خلصت معنا بصوا ازاي شكلها منظم ومرتب جدا وكان طريقتها بسيطة جدا في التزايد احنا اشتغلنا بس غرزتين في كل الفتحات لحد ما زبطت معنا يارب الشرح يكون واضح وسهل وان شاء الله الشنطة اللي انا هعملها هصول لكم برده فيديو ليها عشان تشوفوها والى اللقاء موسيقى موسيقى